الأجواء في كاس العالم للأندية في جدّة أجواء مميزة جداً والحضور الجماهيري في الفترة الأخيرة كان حضور كبير جداً مخطئ من يعتقد أن الأهل يلعب خارج مصر لأن الأجواء في جدّة أجواء جماهيرية مصرية من الطراز الرفيعة كل الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها جاءت من كل مدن المملكة يوم الجمعة الماضية لمؤذرة الأهل أمام اتحاد جدّة من الطائف من الدمام من الرياض حتى من جدة ربطة مشجيع الاهلي ترحال كبير جدا حصل في المباراة السابقة وكانت المباراة من خصن حظنا انها كانت يوم الجمعة يوم اجازة ولكن مباراة النهاردة يمكن قد تكون مختلفة شوية في بعض التفاصيل مباراة النهاردة هتتلعب يوم الاثنين ده وسط الاسبوع ويمكن الجماهير اللي قدامنا على الشاشة دي الجماهير اللي سفرت من القاهرة لمسندة الفريق لان ربطة مشجيع الاهلي في السعودية رجعت على طول بعد مباراة التحاد جدا الناس مرتبطة طبعا بالشغل وبالاعمال هناك فيه والدوام زي ما بيقولوا يعني هناك فبالتالي الناس مش هيكون عندها وقت تكون موجودة كانت في اليوم اللي فاتوا فيه جدا ولكن عدد من مشجيع الاهلي اللي سفروا من القاهرة زي ما انتوا شايفينهم على الشاشة هوا ويمكن دي معظم المجموعة اللي كانت موجودة في نهاي افريقيا لما واجهنا الوداد الرياضي المغربي في كازابلانكا في نهاي البطولة اللي اقيم منذ حوالي ست شهور يعني او خمس شهور والمجموعة اللي سفرت وعملت دخلة وعملت سيمفونية في مركب محمد الخامس في كازابلانكا ولكن النهاردة اتمنى اتمنى يا رب يمكن في الساعتين ثلاثة اللي باين على انطلاق المباراة يكون فيه تمام كبير جدا والناس يجي تشتري التذاكر لان اعايز اقول لك ادارة النادي الاهلي بزلت مجهودات كبيرة جدا على مدارة تمانية واربعين ساعة الماضية كان فيه محاولات مع الفيفا ان يتم حجز عشر تلاف تسقرة من قبل المواجهة ثقة في ادارة الاهلي ان الاهلي ان شاء الله هتخطى مواجهة اتحاد جدا انا بقول لكم اسرار على فكرة يعني الاهلي كان بيفكر في هذه المواجهة على المستوى الاداري وعلى مستوى التواصل مع الفيفا من قبل مواجهة اتحاد جدا من اجل حجز ما لا يقل عن عشر تلاف تسقرة الفيفا وعدت بعد مباراة اتحاد جدا في حال التأول هيكون الحجز موجود والتذاكر متاحة لإدارة النادي الآلي زي ما حصل في مطش التحاد جدة لأن إدارة الآلي نجحت في الحصول على 15 ألف تسكرة لصالح جمهيري النادي الآلي عشان قد في مطش التحاد جدة احنا شفنا الحضور كان حوالي 56 ألف حضر مالا يقل عن 25 ألف مشجع أهلاوه نصف ساعة الملعب كان فيها أهلاوية ويمكن تزداد قليلا وكأنك بتلعب في استاد القاهرة إدارة الآلي نجحت أيضا في الحصول على 10 ألف تسكرة في مباراة فلومانسي البرازيلي مع النادي الآلي أنا بقول لكم أرقام واهتمام كبير جدا من إدارة النادي الآلي في التواصل مع اللجنة المنظمة مع الاتحاد الدولي للحصول على هذه النسبة التذاكر من الفيفا ولكن أتمنى أتمنى يا رب بإذن الله النهاردة لو حضر 10 ألف 15 ألف مشجع أهلاوه في الملعب أعتقد دعي بقى يعني رقم مهم جدا في مباراة تتلاقي في وسط الأسبوع في جد أنا عازر الناس كلها بالتأكيد اللي رجعت للدمام واللي رجعت الرياض واللي عندها بالتأكيد أعمال والنهاردة المباراة ساعة 9 والتوقيت عيبقى صعب لأن السفر ما بين البدن في المملكة بياخد وقت أطول شوية ولكن إن شاء الله بإذن الله عندنا ثقة كبيرة جدا إن الألف صوتهم صوت مليون وده دايما عقيدتنا دايما مع تشجيع الأهلي إن دايما الألف صوتهم صوت مليون والواحد صوت صوت الألاف فالعدد اللي موجود المباراة في التمرير اللي احنا شايفينه على الشاشة ده مثلا ما يكملوش حوالي مثلا 100 فرد أو 200 فرد ولكن عملوا صخب جماهيري كبير جدا في البطولة وانبرح كل المواقع الرياضية وكل الشاشات التلفاز اللي بتصور الرأسة تتهزى الحضور الجماهيري اللي كان مفجأة لكل المسؤولين في اللجنة المنظمة ولكل المسؤولين في الاتحاد الدولي حضور جماهيري النادي الأهلي في التدريب الأساسي ليلة المباراة طيب ده جانب